تابع مجلس الشورى باهتمام بالق ما شهدته بعض منصات التواصل الاجتماعي من استغلال خاطئ لحرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون بما يمس السلم الأهلي والأمن والاستقرار المجتمعي ويؤكد المجلس بأن هذه الإثارات خارجة عن نطاق الإجماع الوطني وهي مرفوضة جملة وتفصيلة من شعب مملكة البحرين الذي يقف ثابتا مع قيادته وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد وحدة المجتمع وقيمه وثوابته الوطنية وإذ يعرب مجلس الشورى عن إشادته بما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من حرص على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية لترسيخ قيام التسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع البحريني الواحد ليشيد المجلس بمستوى الوعي العالي الذي يتحلى به شعب البحرين مؤكدا حرصه على تعزيز الشراكة مع السلطة التنفيذية لترسيخ قيام التسامح والتعايش السلمي ودعم كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حماية المجتمع من أي إثارة للفتن والنعرات أو تحريض على الكراهية وبث الأكاذيب عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي كما يؤكد مجلس الشورى مواصلة الجهود والمساعي لسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تعزز من قدرة الجهات المعنية على مراقبة وضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داعينا المولى العلي القدير أن يحفظ المملكة من كل سوء وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ترجمة نانسي قنقر